السلام على الشهداء السلام على من تضرجت أجسادهم من أجل الله وفي سبيل رفعتي هذا الوطن وهذا الشعب الشهيد تاريخ ومن يتنكر للشهيد فهو يتنكر لهذا التاريخ الشهيد أصالت هذا الوطن ومن يتنكر لهذه الأصالة فهو يتنكر لتربة هذا الوطن فالشهداء صنعوا وعي هذا الشعب والشهداء صنعوا عزة وكرامة هذا الشعب والشهداء صنعوا تاريخ هذا الشعب وسيبقى الشعب وفياً ومخلصاً لهذه الكوكبة من أبناء هذا الوطن وأي مساومة على دماء الشهداء هي مساومة رخيصة وهابطة ومساومة على حقوق هذا الشعب فشعب عرف العزة والكرامة لا يمكن أن يقبل بهذا الذل وبهذه المساومة الشهداء شهودٌ على تاريخٌ من الظلم ومن الجو الشهداء شهودٌ على كل الجنات والطغاة وسيقفون يوم القيامة يحملون قارورةً من دم ويخاطبون الله سبحانه وتعالى فلانٌ ظلمني فإذا كانت محكمة الدنيا عاجزة أن تأخذ محقهم فعدل الله ما عجز أيها الأحبة عندما نقف في مثل هذه المناسبات نحن لا نعز عوائل الشهداء وإنما نغبطهم وهم يرفعون وساماً كبيراً على رؤوسهم وهو وسام الشهادة وهو وسامٌ كبيرٌ وعظيمٌ عند الله سبحانه وتعالى ولهم حق الشفاعة يوم القيامة كما للشهيد هذا الحق أن يشفع يوم القيامة فعوائل الشهداء لهم هذه المرتبة عند الله سبحانه وتعالى وعندما نقف في هذه المناسبات نحن لا نستذكر أحزاناً وإن كان الفقد يؤلمنا ولكننا نستذكر مواقفاً بطولية صنعت إرادة هذا الشعر وصنعت ثبات هذا الشعر وصنعت سمود هذا الشعر فحريٌ بهذا الشعر الذي أنجب هذه الكوكب من الشهداء أن يرفع رأسه عالياً ليفتخر بهم ويعتز بهم لأنهم رفعوا رأسه وسيكون هذا الشعر وفياً لهذه الكوكب أيها الأحبة في كل ذكرى من ذكريات الشهداء نحن نستذكر تاريخاً ننتمي لهذا التاريخ تاريخ عزة تاريخ كرامة تاريخ فخرين نحن من أبناء مدرسة إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظرمة هكذا تربينا أيها الأحبة من هذه المنابر ومن هذه المدرسة أن ننهل من معينها لنكون في درب الشهداء ونحن من مدرسة والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبداً عن ديني هكذا هي مدرسة الشهداء التي نعتز بها ونفتخر بها إننا من مدرسة كيف تجد الموت قال يا عم فيك أحلى وهذا فخرنا وهذا عزنا أن تتنشأ وتتربى هذه الأجيال على هذه القيم وعلى هذه المبادئ السامية التي رفعت صوت الإسلام إننا من مدرسة والتي خاطب فيها سيد الشهداء عندما خاطبه علينا الأكبر أولسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي هكذا هي مدرسة أهل البيت ومن ينتمي في المدرسة فهو يمتثل يمتثل لها في كل جوابها في أقوالها وأفعالها في سلوكها وفي وعيها أيها الأحبة اسمحوا لي أن أقف بضع دقائق مع شهيد السعيد محمد سهوان فقد عرفته بابتسامته أول ما يقبل عليك ترى هذه الابتسامة وكان مصداقا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اقتسامتك في وجه أخيك فكان نعمل شاب الذي يقبل بوجهه وبقلبه عليك عرفته ببساطته وبتواضعه وكان مصداقا لقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفع وقد رفعه الله سبحانه وتعالى مكانا علي مكانا لا يناله إلا ذو حظ عظيم وقد نال هذا الموقع وهذه الرتبة عرفته بحبه للعمل الديني في كل الموقع إن كان على مستوى التعليم الديني وإن كان على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك جيل كبير من الأبناء يعترفون للشهيد بهذا الأمر فكان مثالا للداعية إلى الله سبحانه وتعالى قد لا يكون منشدا أو لا يكون متحدثا أو لا يكون رادودا ولكنه صاحب كلمة وصاحب موقف هادف وواع من خلال مسرحه ومن خلال ما يقدمه من مشاهد من مشاهد تمثيلية فقد صنع وعيا وقد صنع رشدا من خلال هذا المسرح ومن خلال هذا الموقع فقد عرفته بحبه الشديد للقضية الفلسطينية حتى أنه من نعومة أغفار كان يبحث عن قصاصات هنا وقصاصات هناك فيما يوثق الثورة الفلسطينية ولزيادة تعلقه أنه سمى ابنه قسام وهو متعلق بهذه القضية التي كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه يقول هي قضية الإسلام وهي قضية الأمة فكان يحمل هذا الهم شهيدنا العزيز اقتصر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فبقي الأمر علينا أن نواصل هذا المسير وهنا نتقدم إلى عائلة الشهيد بهذه التهنئة الكبيرة وبهذا الوسام الكبير لنيلهم هذا الفخر وهذا الشرف الكبير في أن اختار الله سبحانه وتعالى من أبنائهم ليكون شهيدا سعيدا منعما مع الأولياء الصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب العالم وآل الطوحين السلام اشتركوا في القناة